كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها باب الصلاة باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبدالله ابن يوسف التنيسي ابو محمد الكلاع الدمشق المصري وقليه قال كان من أذبة الشمين ومن أذبة الناس في الموطة قال أخبارنا مالك مالك النجم إذا ذكر الحديث فمالك النجم كما قال المام الشفعي صاحبه المذهب المتبع النافع نافع مولى ابن عمر أذبة الناس في ابن عمر روله الجماعة عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه من العبدالله الأربعة من السبع المكترين عن النبي الأمين صحابي ابن صحابي كان أثريا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصدي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وفي بيتي وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين هنا أتى بكلام ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وقال كان يصلي قبل الظهر ركعتين كأن البخاري وأراد أيضا أن يلفت الانتباه إلى أن الجمعة لما أن الجمعة لما كانت في محل الظهر نازلت منزلة الظهر وكانت نافلتها كنافلة الظهر يعني سنة قبلية وسنة بعدية لذلك هو يقول باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها كأن البخاري يلفت الانتباه إلى تساوي الجمعة والظهر فإن قلنا الجمعة نازل منزلة الظهر إذا نازلت منزلة نافلة الظهر فيكون لها سنة قبلية وسنة بعدية فيكون لها سنة قبلية وسنة بعدية لكنه لما تكلم عن صوات السنة بعد الجمعة في الجمعة قال بأن مسلم صلى في بيته ركعتين فقط ولم يصلي قبلها والحق أنه نقول لا دليل يدل على أن مسلم صلى صلى قبل الجمعة هذه واحدة لأنه كان يأتي أن شغل يأتي فيصعد على المنبر فيسلم ثم بعد ذلك يخطب ولا يصلي إلا الجمعة فلم يصلي قبل الجمعة وهذا لم يدل الدليل قط أن مسلم جاء مبكرا فصلى وجلت ثم قام على المنبر والأمر الثاني نحن نقول المقدمة مرفوضة الجمعة ليست ظهرا الجمعة ليست ظهرا هناك فوارق كثيرة جدا بين الجمعة وبين الظهر وقد وردت الأدلة على أن الصحابة الكرام كانوا يدخلون الجمعة فيصلون حتى في وقت الزوال بعد وقت محرم فيه الصلاة تصعر فيه جهنم إلا يوم الجمعة ولأن حديث جاء عنه السلام قال فصلى ما شاء الله أو ما كتب الله له أن يصلي فصلى ما كتب الله له أن يصلي فالحق أنه الجمعة ليس قبلها سنة الجمعة ليس قبلها سنة الجمعة يصلي المرء إذا دخل ما شاء الله أن يصلي ليس قبلها سنة وقد وردت في الأثار ورد في الأثار أن بي المختار فيما بعدها أنه كما في حديث المعمر هنا كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في البيت وقد ورد أنه صلى أربعا بعد الجمعة في المسجد ورد في السنة نقلوا أنه صلى أربعا بعد الجمعة في المسجد وهذا الراجح الصحيح وهذا الراجح الصحيح بأن صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلها ولكن لها سنة بعدها لها سنة بعدها هو كان يصليها يصلي ركعتين ورد في السنة أيضا أنه كان يصلي أربعا هذه السنة للجمعة ليس لا سنة قبلية يصلي ما شاء الله أن يصلي ولكن لا سنة بعدية وفي حديث عبد الله أنه السلام كان صلى إذا صلى الجمعة انصرف سجد سجدتين في بيته وقد وردت في حديث سلمان كما قلنا على مسألة الجمعة قال ثم صلى ما كتب الله له ونكع حديث كثيرة جدا ضعيفة جاءت في السنة القبلية للجمعة من حديث أبي رايرا راوه البزار بلفظ راوه البزار بلفظ كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا وهذا حديث ضعيف وعن علي مثله أيضا واتبراني في الأوسط بلفظ كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وفي محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف قال الآثرة منه حديث واهن ومنعن بن عباس أيضا لا يفصل في شيء منهن وهو حديث أيضا ضعيف فالصحيح أنه ليست ليست هناك راتبة للجمعة القبلية ليس هناك سنة قبلية للجمعة لكن هناك سنة بعضية نعم هناك سنة بعضية أنه يصلي في بيت ركعتين وإن صلى في المسجد صلى أربعا لأنه ورد أنه صلى أربعا بعدها وورد في عمر لأنه كان يصلي ركعتين في البيت هذا الراجح الصحيح وفي قوله كان يصلي قبل الظهر إثنتين وبعد الظهر ركعتين قد ورد أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين بل ورد أيضا من قوله من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله رحمه على النار وحسنه كثير من العلماء قال وبعد المغرب ركعتين في بيتي وبعد عرشاء ركعتين وهذه أصل النوافل قد قال المسلم من ثابر على تنتي عشرة ركعة في اليوم الليلة بنا الله له قصرا في الجنة الفوائد المصنبطة فعل النبي تشريع أفضل النوافل إن كانت في البيت لأن المسلم قال تعدل الفريضة في المسجد يعني إن فيها في البيت تعدل أجل الفريضة في المسجد فضل النوافل بعد الفراهيد فضل النوافل بعد الفراهيد ترجمة نانسي قنقر